استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني بشأن الفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بمحافظات المنوفية والمينيا وبني سويف وذلك خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع والعشرين من نوفمبر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد الرئيس مجلس الوزراء أن مجالات الثقافة والفنون هي إحدى أدوات قوة مصر الناعمة مؤكدا ضرورة وأهمية تكثيف الأنشطة الفكرية والمعرفية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري